اهلا بكم في تريند نعتذر لانه الوقت عدى الحقيقة ودخلنا في تريند تريند هنبدأها بدخول لرئيس النادي الزمالك الاسبق ممدوح عباس اللي اخد حكم بالحجز على ارصدة نادي الزمالك في احد البنوك زي ما بيقول الخبر ده في القاهرة 24 انه الاخ ممدوح او المعانس ممدوح عباس حصلنا على مية حكم بشأن مستحقتنا لدي الزمالك رفضنا تنفيذ الاحكام النهائية الا بعد نهاية الموسم حتى لا تتأثر الفرق الرياضية الحجز تم على حساب واحد فقط وليس على كل حسابات في البنوك تحركنا بعد تصريحات رئيس النادي بوجود سيولة تقدر بنصف مليار جنيه قيمة الاحكام حوالي خمسين مليون جنيه فقط التصريحات دي فجرت تفاعل واسع على مواقع التواصل الجدماعي والبداية كانت من عند طبعا مرتضى منصور اللي هو رئيس نادي الزمالك الحالي واللي طلع يهاجم ممدوح عباس ويحاول يتهمه او بيتهمه بانه بيحاول يوقع نادي الزمالك مرتضى منصور ممدوح عباس ملوش ولا جنيه في نادي الزمالك واحنا مش كشك سجير وانا تعرضت ضرب اما من المنافسين او من ممدوح عباس هم عايزين النادي يوقع بس مش هيحصل الغريبة ان مرتضى نفسه رغم تصريحاته دي ان عباس ملوش فلوس على الزمالك قال في الحقيقة كلام غريب جدا عن حوار بينه وبين اشرف صبحي وزير رياضة وده اللي نقلته صفحات او مواقع الاخبار اللي نقلت الخبر ده او نقلت الكلام ده ملعب القيارة ابو عشرين مرتضى منصور لاشرف صبحي فاكن لما قلتلك احط الفلوس في النادي عشان الحجز ده فكروا بالكلام ده انه كان فاعم ان في قضية وفي حجز موضوع الحسابات دي والفلوس دفعت نشطاء لتوجيه التعامات لمرتضى منصور بانه بيحط الفلوس في حساباته الشخصية هو اولاده والادعاء بانهم بيصرفوا على النادي من جيوبهم زي ما كتب رمزي اللي كتب وقال في التعليد رمزي عيد يا مرتضى اتفع الفلوس اللي عليكم ولا انت وعيالك دخلتهم في فيزا الاولاد عشان يصرفوا من جيبهم على النادي لصوص بس مش زرفاء ناس تانية اعتبرت ان الكلام مرتضى مش غريب على واحد محصن من تنفيذ الاحكام القضائية ضده وتوقعوا ان الوزير هو اللي يدفعهم من حساب الوزارة وده اللي قاله حساب باسم ياسر ياسر الحقيقة قال هو طبعا بيعلق بيربط الخبر ده بخبر القضية بتاعت محمود الخطيب واحد منفس احكام القضاء المصري كل يوم يطلع لسانه الحكومة تفتكروا يعني هيدفع المبلغ ده كله عشان حكم قضائي ما هي معروفة طبعا اشرف صبح هيدفعهم من خزينة الاتحاد او الوزارة او حتى من وزارة النقل لكن حكاية وضع الفلوس في حسابات خارج حسابات النادي فتحت الدفاتر القديمة والناس رجعت بذكرتها للي حصل ايام هاني زادة وده اللي كتبوا حساب باسم محمد محمد قال لك الراجل ده محمد ده يعني عايش لهم الراجل ده عليش اعترافات ضمنية في تصحاته جميلة قوي حقيقي وبعدين ما حصلت قبل كده ايام هاني زادة وحطت الفلوس في حساباته ووقعوا ببعض دلوقتي ليه بقى الشقاق اللي حصل ده وفوص الكلام والاتهامات على سوشال ميديا بان وزارة الرياضة والاتحاد الكورة هم اللي هيدفعوا الخمسين مليون بتاعت ممدوعة عباس بدل من مرتضى زي ما بيقولوا نلاقي الخبر ده النهاردة اتحاد الكورة يعني مليون السابع يلزم كل نادي بسداد مليون ومية وخمسين الف جنيه مستحقات للحكام بالموسم الجديد على الجانب الاخر في حاملة كبيرة وهاشتاجت عمل ضد ممدوعة عباس بيتهموا بالخيانة اللي هاشتاج اسمه الخاين عباس وقالوا ان فترة رئاسة للزمالك كانت اسوأ فترات النادي وسموها بالعشرية السوداء وده اللي قالوا حساب باسم رمضان رمضان عبد الفتاح قال انا واحد من جمهور الزمالك اللي عاش العشرية السوداء ولا اريدها ان تتكرر ممدوعة عباس اسوأ شخص ارتبط اسمه بالزمالك العظيم كل جمهور الزمالك يرفض مش عارف مين واعوانه الخاين عباس اللي هاشتاجه قدامك النشاطاء الزمالكوية اتهموا ممدوعة عباس بانه سلاح موجه لهاجم الزمالك وبيحاول كل فترة يعمل كده زي ما بيقول حساب باسم طارق اللي بيقول في مراحل حارجة الدوري تحديدا 11 اغسطس كان عايزي كرم نفس اللي حصل في نهاية افريقيا وطلب بعزل مرتضة والان في موسم السفقات نحجز بقى على الارصدة هل كده السلاح موجه لمرتضة ولا لزمالك الخاين عباس دي كانت اول قصة في الترند النهاردة تاني قصة مش بعيدة عن مرتضة منصور ارحل ياسيسي مش امنيتي انا مش لوحدي في الامنية دي لكن ده هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي على طول في ظاهرة فريدة يمكن في الفضاء الالكتروني استمرار الهاشتاج لأول مرة في 2015 استمر بعدها ثلاث سنوات لغاية النهاردة ردرت الناس بعد ما اتقمس السيسي بقعارة الهاشتاج النهاردة او السنة دي لغاية 22 افكركم بس في فيديو السيسي وبيعلق على الهاشتاج لما ظهر اول مرة وقال لكم ازعل ولا مزعلش هارفين امتي لا 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 مزعلش زعلش الهاشتاج مستمر وانت مستمر استمرار الهاشتاج قبله بعد الفيديو ده اثار انتباه عدد من الناس الاعتبر بعضهم ان الهاشتاج ده هو المعبر عن الشعب واوجاعه في التغريدة دي حد كاتب يقول اجمل ما في هاشتاج ارحل يا سيسي انه هاشتاج غير مصطنع وكل مرة نتفاجئ بانه تريند رقم واحد بدون اتفاع على ذلك هو الهاشتاج الوحيد الذي يوجع النظام في كل مرة يطلع فيها تريند رقم واحد لذلك اعتبره من اصدق الهاشتاجات اللي حصلت اخر عشر سنوات ارحل يا سيسي اخرين اعتبروا ان حلم ميت مليون مصري اصبح رحيل شخص واحد كاتم على نفس الملايين من مصريين وده اللي كتبوا حساب باسم سيف المصيبة كبيرة لما مية وخمسة واحد مليون مية وخمسة مليون هو زهاب حلم يعني حلم مية وخمسة مليون واحد هو زهاب شخص على رأس الدولة يعني شخص مقابل مية مليون ليه ليه وصلنا اننا نسبة اركان واحد يحكمنا ويستبد ويضغى وما نعرفش نقلعه الا لا بانتخابات ولا بدستور ومصمم النصح ارحل يا سيسي الناس على السوشيال بتقول ان هاشتاجر حل يا سيسي بيتصدر الترند من ساعة ما السيسي وصل للحكم بسبب الازمات اللي بيعاني منها الشعب لكن الديهي نشأت بيعتبر كل الناس دي اللي بتطالب برحيل السيسي هم دول اهل الشرب اسمع يعني كل الشعب يديهي واي حد بيطالب بتداول السلطة خلاص السيسي قعد ثمان سنين بقى كفاية كده كفاية اي حد بيطالب بتداله السلطة ورحيل السيسي يبقى اهل الشر يا دي تم شوف الناس على سوشيال ردوا عليك قالوا ايه بقى نشوف التغنية دي كده عشان مش اقولها بيقولك اذا كان اهل الشر ده احمد جمعة هدفهم اسقاط السيسي فأنا منهم واقفا في الصفوف الاولى ارحل يا سيسي يا ديهي الشعب اللي بيطالب برحيل السيسي مش اهل الشر ولا هم المسؤولين عن ضياع البلد زي ما انت بتقول وانت ورئيسك ولا حتى صورة يناير هي اللي ضاعت البلد السيسي ديهي هو وانتو السيسي ومنظومة الفرعون انت المسؤولين عن ده وده المعنى اللي اشار اليه الحقوقي هيسمى مخليل فكتب تغريدة بيقول منها لله الفترة من 2011 لالفين وثلاثة وطبعا بيهزر ضيعت تيران وصنفير ووقعت على اتفاقات مبادئ السد النهضة وضيعت حقنا في غزة المتوسط وبنت اثور رئاسية واشترت طائرة رئاسية بنصف مليار بالديون والسلف ارحل يا سيسي طبعا بيهزر الاستاذ هيسمى خليل الناس اللي بتصرخ من الظلم في مصر بقوا اهل شر زي المواطن ده اللي كان مقايد السيسي قوي وكان يعني مؤمن جدا بس ظلم النظام وصل لبيته بعد ما الدخلية نكلت بأسرته لدرجة انه طلع قال احنا مش بشر احنا رعاع في عزبتهم اسمعوا الفيديو ده للمواطن اللي ابنه تكلبش وهو تكلبش واخوه تكلبش اسمع كده ده مواطن مؤيد لعبد الفتاح السيسي وانظام عبد الفتاح السيسي اتقابض عليه تكلبش واخوه وابنه ابنه اللي بدرس قانون امعرفش ازاي كان فاهم ان مصر دولة قانون اتفرج كمان وشوف المواطن الغلبان اللي راجع من شغله فرحان بالمتين جنيه لكن قابله ظابط ظالم فبايته في السجن شوف الجراف ده كده والله انا ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة تستدعي ابات في التخشيبة وانا راجع شقيان من شغل يوم كامل وكان حلمي اشوف السرير وما كانش عندي حلم ساعتها الا النوم اللي تحول لكابوس ليه ابات في الاسم بعيد عن عيالي وانا راجع فرحان ان معايا متين جنيه افرج بيهم عيالي افرح بيهم عيالي ومصرفهم في الاسم وروح الصبح بموت من التعب ونفسيتي في الحريض الضابط كشف على اسمي وما لقاش علي اي حاجة وكان مفروض يمشيني مشيهين كرمتي قدام الناس كلها حسبي الله ونعم الوكيل ربنا المنتقم هو عنده سلطة وقوة وربنا هو العادل محمد القرش مواطن مصري حتى المحامين ورجال القانون لم يسلموا من غشمية الداخلية وعشان تعرف اننا مش بلد قانون غير على الغلابة شوف الضابط ده اللي تجمع في الاسمعيلية بتاع محامين ضرب عليهم نار فرق كده ضابط يطلق خمس اعيرة امام جامعة من المحامين بالاسمعيلية اطلق ضابط شرطة خمسة اعيرة نارية في مواجهة جامعة من المحامين اثر مشدة وقعت مع احدهم عندما حاول التواصل مع موكله وده الفيديو عشان ما تقولش كلام بس ايه ده مجرد كلام جرائد الفيديو هو استحاز بمركز بحوث الصحراء دكتور استاذ دكتور استاذ بمركز بحوث الصحراء الدكتور احمد الخولي معتقل من 2013 2018 زفاف بنته خلاص يعني هتتزف بنته المحامي خالد علي الحقيقة بيطالب بان المعتقل ده افراج عنه عشان بس يحضر زفاف بنته فرح ابنته ده خالد علي استاذ خالد علي يوم 23 ستمبر 22 هو محبوس احتياطي منذ 3 سنوات فهل سيخلى سبيل ويكون برفقتها في يوم زفافها انه الدكتور احمر عبدالطيف الخولي استاذ البيئة بمركز بحوث الصحراء منذ عام 2007 محبوس احتياطي من 2019 على زم التحقيقات القضية 1858 لسنة 2019 حصر امن دولة اكتر واحد عارف ان الناس كلها عايزة يرحل هو سيسي نفسه اللي فقد شعبيته في الشارع ومبقاش فيه حد بيحبه وانا بقولها وانا متأكد من اللي بقولك عليه السيسي اصبح رجل بلا شرعية ولا حتى ظهير شعبي عشان كده بيجوع الشعب وبياخد قرود عشان يعمل عاصمة ادارية يحمي بيها نفسه من اي ثورة زي ما كشف موقع اسمه VOX امريكي وقال ان السيسي اهو السبب الحقيقي وراء نقل مصر عاصمتها ان السيسي بيحمي نفسه في قلعة عشان يضمن ان لو حصلت صار وراء لحسب كلام الموقع ما حدش يقدر يوصل ترجمة نانسي قنقر